طبعا احنا عارفين ان command hatch علشان يشتغل بيحتاج closed boundary ولو نفتكر في اول فيديو الاوتوكاد لما طلبنا منه يعمل لنا hatching في المساحة الفاضية دي قال لنا closed boundary cannot be determined فهو مش قادر يحدد المحيط بتاع ال hatching ده زي ما احنا شايفين بيقول لي المسج دي وبيوريلي كمان النقط اللي عبارة عن بداية ونهاية الفتحة اللي في الشكل بتاعي عندي option دلوقتي اسمها gap tolerance ال gap tolerance دي بتخلي الاوتوكاد يتغاضى عن ال opening الصغيرة طالما ما عدتش القيمة بتاعتي يعني دلوقتي انا لو خلتها point nine وقلت له enter وجي تعمل hatching برضو الاوتوكاد مش هيرضى وده لان مقاس ال opening بتاعتي هي واحد يونت لو غيرتها دلوقتي وخلتها واحد وenter وجي تعمل hatch بعد كده هلاقي الاوتوكاد طلع لي message مختلفة دلوقتي بيقول لي a hatch boundary is not closed انت عاوز تعمل ايه بقى الباوندري دي مش مقفولة انت لو عاوز تكونتينيو hatching لو عاوز تكمل hatching للاريا دي هتختار اللي فوق او لو مش عاوز تعملها hatching هتقول له do not hatch this area بما انك ضابط tolerance وبتختار الشكل اللي فيه opening فانت بالتأكيد عاوز تعمل hatching للجزء ده فانقوله continue hatching this area فالاوتوكاد هيقدر يعمل لنا hatch حتى لو كان فيه opening في الجزء ده ترجمة نانسي قنقر